بصوا جماعة العالم ليس به أصدقاء دائمين عشان بيست بقى متفقين مع بعض كده مش حاجة سماكد مفيش في شراكات استراتيجية انتفت صفة الاستراتيجية عنها تبدأ تقل في شكلها ويحصل فطور العلاقات أحيانا تصل إلى مرحلة يعني ايه التحالف مع الآخرين ضدك طالما هو شايف انه مصلحته كده الغريب انه لسه بعض الناس بتظن انه مصلحتها في التحالف ضدك مصلحتك هي مصلحتك مش معنى انه ما بتحالفش مع حد عليك وانا أقدر وانا أقدر لكن ما بعملش كده انا عندي صوابية سياسية سميها فضيلة أقدر تاني جر ايه يا جماعة هو انت ونسيته مصر ولا ايه الكل كده أن يلطم الخدود لحد ما مصر جابت الصهينة الأرض في 73 ولما كناش عملنا كده كان الكل هيلبس سود اه نعم كان هناك مساعد على عيني وعلى رأسي لكن المسألة مش هو الجيش المصري هو اللي انتصر مش حد تاني مش حد تاني ده بقى الواقع ولعله في يوم من الأيام قد يفرج عن كامل منفات الحرب مش حد تاني واللي بيقف معنا بيقف علشان هو عنده مصلحة اللي بيقف معنا بيقف معنا علشان هو عنده مصلحة او لديه قلق ما الكل يستنجد بمصر ومصر عمرها ما سحبت ايدها ولا بعدت عن حد استنجد بيها ولا مرة حتى في موقفنا الحالي وانش بكلامة كان على الفلسطينيين لا 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 ده موقفنا الحالي ده لو احنا مش واخدين وكده مش بس عشان فلسطين ده علشان كل المجتمع العربي موقفنا ده احنا بنحمي بيه كل المجتمع العربي زي ما سبق كده في 36 موقفنا في 36 والقراط اللي خدناها في 36 وتحركات الجيش لحماية هذا المجتمع كانت لحماية المجتمع العربي كله مش بس المجتمع المصري لو انه الاخوان كانوا يكملوا حكم في مصر ما كان هيب أنظام عربي واحد قائم الآن كانوا هيكلوا المنطقة ودول شوية ضباع جائعة اجتمعت فيهم كل السخائم ما كانوا هيسيبوا بقعة عربية واحدة هو لسه في حد فاكر ان مصر أسقطت الاخوان فقط لأجل نفسها والله العظيم أبدا وبالمناسبة اخواننا العرب عارفين ده ومقتنعين بيه والحقيقة شايلين الموضوع ده فوق رأسهم الحقيقة قاد لكن للأسف انه بعض الناس بتنسى وما بتاخدش بالها أو بتتناسى أو بتاخذها تساعات العزة بالاسم كده لأ مصر أقوى بكتير قوي مما يتصور الكل القريب قبل البعيد وعلى الكل أن يعي ذلك على الكل أن يعي ذلك مصر دولة لديها صوابية لديها فضيلة لديها أخلاق وهل هذه الأوصاف تنطبق على الدول أقول لك آه آه جزء من عقيدة هذا الجيش في مصر كده الصوابية الصوابية المطلقة أنا لا أذهب للاحتلال أنا لا أذهب لضرب الشعوب مصر عمرها ما ضربت شعب عربي وعمرها ما تضرب شعب عربي ده جزء من عقيدتها عقيدة الجيش ده كده عقيدة الدولة دي كده عقيدة مؤسساتها كده مصر كده وبأمانة شديدة تاني والله العظيم تلاتة بأمانة شديدة وبمنتهى الموضوعية ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رجل يحكم هذه البلاد يحمل كل الفضائل اللي ممكن تتصورها في سياسي راجل جزء من صفاته ما يقوله في كلامه الرئيس عندما يتحدث ده ما يقول ايه انا واقف قدام ربنا نيجي نبص على اللي بحصل حوالينا ونشوف ايه يا جماعة الوضع الاقتصادي ده مش عافيه كل واحد يطلع ينظرلي بكلمتين فضيين قطر الاقتصادي باعه وسهل عاو نعمل مش عارف ايه واحد يحطي الرجل على الرجل واحد يعمل لي فيها ما حصلش وجاب الدين من ديله ما تورونا طي ما تقولولنا كده ايه اللي بيحصل ما انت عايز تقولي ان انا لما شوف تقارير اقتصادية متنقدة من مؤسسات دولية مش من عندي ناس تقول وحشين وناس تقول لو النبي حلوين ده بتسميه ايه مش مؤامرة صدفة مؤسسات دولية برا برا تقيم الجنيب كذا امام سلة العملات مؤسسات دولية تانية برا في نفس ذات اليوم تقيمه بتقييم عالي جدا طب ده تسميه ايه هاي جي تقول لي وانت اميال للايه يا يوسم سيبك من انا اميال للايه هذا التناقض في التقييم بيعكس ايه وانت متصور لما بيطلع التقرير وده بيؤدي الى حاجة حلوة يعني مثلا ولا انه بيمر مرور الكرام لا طبعا ما بيخوف الناس بيخوف اي جهة ولا اي مؤسسة ولا اي دولة ولا اي مجموعة اقتصادية انها تيجي تستثمر عندي افضل طول الوقت بلف حوالي النفسي وهو الامريكان لما كانوا نازلين يضربوا اليمن هو انت متصور وانت نازل يضرب الحسين وهو متصور انت متخيل ان هو عنده يقين ان ضرباته تصبح ضربات رادعة للحسين هو بيهدي لك الملاحة في البحر الاحمر لانه لو الملاحة في البحر الاحمر هديت يبقى الملاحة في قناة السويس هديت ولما الملاحة في قناة السويس هديت تأثر على العائدات بتاع قناة السويس فلما العائدات قناة السويس تتأثر يبقى انت اقتصادك يتأثر والضغط على الدولار يزيد وهكذا انت متخيل لسه انه دي صدفة ده نبقى حزين لو حد شايف كده حزين حزين يعني المترجم للقناة